موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيباه والبداية بالعناوين الجيش انفي دخول مجموعات مسلحة إلى الخرطومة ويؤكد عدم تجنيد مقاتلين على أساس قبلي بدارفور النيابة توجه تهمة القتل بحق نظاميين في بلاغ مقتل متظاهرين بواد مدني ومجلس الأمن يعلن تمديد العقوبات المفروضة على السودان سنة كاملة التجانسي سيكشف وجود انقسامات داخل المنظومة الأمنية بسبب خطاب الكراهية وحركة المستقبل تؤكد أنها لن تدعم أي فترة انتقالية تحكمها أحزاب إقصائية أهلا بكم إلى التفاصيل نفى المتحدث باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله المعلومات المتداولة حول دخول سبعمائة فرد من الحركات المسلحة إلى داخل العاصمة الخرطوم ودعا نبيل مواطنية الخرطوم للإطمئنان وعدم الإنقياد وراء الشائعات وأنه لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مجموعات مسلحة داخل العاصمة إلى ذلك أكد نبيل عبدالله عدم قيام الجيش بفتح معسكرات لتجنيد المقاتلين من ولايات دارفور على أساس قبلي وقال نبيل أن القوات المسلحة لا تجند أي شخص على أساس قبلي طوال تاريخها وأن التجنيد مفتوح لكل أبناء الشعب السوداني معتبرا أن ما تم تداوله حول تجنيد أبناء القبائل العربية في دارفور هي إدئاعات مضحكة ومسيرة للسخرية وأن القوات المسلحة قامت على أسس وطنية قومية ليست محلا للجدلة وجهت نيابة ولاية الجزيرة تهمة القتل العمد بحق عدد من النظاميين في بلاغ مقتل متظاهرين في مدينة ودمدني في يناير العام الماضي وأوضحت النيابة أن التحريات في بلاغات أخرى قشارفت على الانتهاء بعد أن تم تحديد المشتبه بهم من قبل النيابة تمهيدا لرفع الحصانة عنهم وذلك بالتنسيق بينها وبين الشرطة التي ساهمت بتسريع إجراءات التحرير ورفع الحصانة عن المتهمين أعلن مجلس الأمن عن تمديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء المكلف بمساعدة اللجنة الخاصة بالسودان لمدة سنة كاملة وأعرب المجلس في اجتماعه عن عزمه مراجعة هذه العقوبات في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في العديد من المعايير الرئيسية وطالب المجلس الخبراء بتزويد اللجنة بتقرير مؤقت عن أنشطتها بحلول الثانية عشر من أغسطس عام 2023 مع تحديثه كل ثلاثة أشهر أكد رئيس قوى الحراكة الوطنية جاني سيسي أن الساحة السياسية تشهد استقطابا عن قسامات حادة داخل المنظومة الأمنية بعد تنامي خطاب الكراهية وأضح سيسي أن المبادرات السياسية التي تم طرحها في الساحة السياسية لم تسلم من الانقسامات بسبب دعوة المجلس المركزي لقحت لإقصاء القوى السياسية عن الاتفاق الإطاري مبينا أن خطاب الكراهية والتدخلات الخارجية كان لها دور كبير في هذه الانقسامات إلى ذلك أكد تجاني سيسي وجود العديد من الملاحظات لديهم حول الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية الآن ودعا السيسي إلى توافق جميع القوى والأحزاب السياسية حول اتفاق سياسي وأن يتم إدراج جميع القضايا التي تم تأجلها للإعلان السياسي محذرا من تعقد الوضع في الساحة مستقبلا أكدت حركة المستقبل أنها لن تدعم أي فترة انتقالية تحكمها أحزاب إقصائية لا تسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيها يختار فيها الشعب من يحكمه ودعت الحركة إلى إشراك جميع الأطراف في إيجاد حل شامل للأزمة التي تمر بها البلاد وتحقيق الرؤية الوطنية التي تمثل الجميع مؤكدة أن أي اتفاق سياسي إقصائي لن يحقق الاستقرار للمكون العسكري في السلطة من جانبها قالت نائبة الأمين العام لحركة المستقبل هويد بابكر أن السودان ليس بحاجة لأي وصاية خارجية لأنه يملك الخبرات القادرة على إدارة حوار سياسي وطني وطالبت هويد بابكر القوات المسلحة بالعمل على حفظ الأمن والاستقرار في ولاية القضارف والمشاركة في حماية المناطق الحدودية في منطقة الفشدة مؤكدة أن الأزمة التي تواجه البلاد حاليا لن تحل إلا بالحوار الوطني الجامع دعت عضو المكتبة التنفيذي للمجلس المركزي لقحت مريم الصادقة المكون العسكري للالتزام بتكوين جيش وطني قومي موحد وأكدت مريم الصادقة أن الفترة القادمة من عمر الفترة الانتقالية ستكون تحت إشراف الشعب وصولا إلى دستور موحد ومتوافق عليه المعلم من كل الجهات الإقليمية والدولية أنهم داعمين للعملية السياسية كما هي تسير الآن بتنظيم واضح أن يكون هناك جيش واحد قومي مهني ويبعد عن السياسة وأن يكون الحكم ديمقراطي يقوم على تحول ديمقراطي وانتخابات بعد عامين وأن يحكم المدنيون ولكن كما أستفت لك يستاذ أحمد وهذا الذي سيفتديه كل الشعب السوداني ويفتديه كل الشعب السوداني ولا يمكن لأي أحد منه مهما أوتي من مغريات ولا من مخاوف أن يتراجع عن هذا المطلب القوي والأساسي والمجمع عليه والمفتدى يوميا المفتدى يوميا بالأرواح والمقل ولكن صحيح يمكن أن يكون هناك محاولات للتأثير على العملية السياسية بحيث تفضي إلى سيناريوهات تكون مقربة لجهات دون غيرها هذا ممكن أن يكون يتم وهذا يمكن أن يحدث وهذا ما يجب أن نتحسب له ولهذا السبب يجب أن نقوي الجبهة الداخلية وأن نوسع المشاركة بصورة تجعل هناك بناء للثقة ونمضي للأمام لإكمال عملية سياسية تدخلنا إلى فترة انتقالية هي نفسها صعبة جدا وملئة بالتحديات إلى ذلك قالت مريم الصادقة أن القوى الموقع على الاتفاق الإطاري كانت تتوقع تشكيل الحكومة المدنية في شهر مارس الجاري لكن الأمور لم تمضي حسب التوقعات وأوضحت مريم أن الشغل الشاغل في السودان اليوم هو توقيع جميع الكتل السياسية على الاتفاق الإطاري والعمل على تأسيس حاضنة سياسية لتشكيل الحكومة المدنية المقبلة نحن اليوم الثامن من مارس ثلاثة أشهر مضت على توقيع الاتفاق الإطاري ونحن كنا نتحدث بأمل أمل مدروس فيما نعتقد إن كانت القضية ستستغرق أسابيع وليست شهور ولكننا الآن دخلنا في الشهور بالجمع ثلاثة شهور لذلك نعم الآن نتحدث عن تواريخ تقريبية تواريخ تقريبية لأنه بالرغم من مضي العملية السياسية بصورة منتظمة وإن كان ببطء لكنها انتظمت أولا في المضيب الإطاري ثانيا انتظمت في أن تكون هناك جسم للموقعين ينسق عبره انتظمت في أنه تمت ثلاثة ورش من الورش الخمس وإن كانت هذه الثلاثة ورش صحيح تمت ليست بالصورة التي كنا نأملها لأنه كما تعلم كل من ورشتي السلام وورشة الشرق والتي كانت من الضروري أن يكون فيها كل الموقعين على اتفاق جبل السلام ما يزال بعض من إخوتنا من موقعي جبل السلام خاصة الذين في الكتلة الديمقراطية هناك ما تزال هناك محادثات معهم الجيد في الأمر أنه بدأت محادثات حقيقية معهم عبر وساطة من القائدين العسكريين وهذه المحادثات انتهت من النصف الأول من المهمة والتي هي معنية بالتوافق حول إعلان سياسي ولكن مرة أخرى نبحث في أمر الموقعين وبالتالي نعم يجب علينا الآن أن ننظر خاصة كمان الورشتين المتبقيتين هما يعني أقول من أكثر الورش تعقيدا لأنه متعلقات بالعدالة والعدالة الانتقالية ومتعلقات بالإصلاح الأمني والعسكري لذلك بالرغم أننا نأمل ونعمل بجد واجتهاد أن تتم إعلان الحكومة في بحر هذا الشهر مارس أعني ولكن نعلم أن هناك تحديات جمع زادت عليها التراشقات الإعلامية ما بين القائدين العسكريين رهن الخبير القانونين بالأديب نجاح ورشة العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة أصحاب المصلحة وذوي الضاحايا وأوضح أديب عن رغبتهم بتطبيق العدالة الانتقالية من أجل إكمال العملية السياسية مبينا أن هذه الملفات لها خصوصية معينة في السودان بسبب فترات الحروب الطويلة التي عاشتها البلاد أكد شخ كدباس محمد حج حمد أن الاتفاق الإطاري واجه عقبات كثيرة تقف حجر عثرا أمام توقيع الاتفاق النهائي وأوضح شخ كدباسا الخلاب بين أطراف العملية السياسية حول إصراره البعض على إشراك أطراف سياسية لا تملك أي ثقل على الأرض هو من عبطل عملية التوقيع ترأس عضو مجلس السيادة الانتقال لشمس الدين كباش الاجتماع الختامي لللجنة الوطنية المختصة بإعداد مسودة الحريات الأربعة بين السودان وجمهورية جنوب السودان وأوضح عضو اللجنة عمر الأمين أن تشكيل اللجنة وعملها يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وهمية تطويرها في مختلف المجالات إنعقد اليوم الاجتماع الختامي للجنة الحريات إعداد مسودة للحريات الأربع مع جمهورية بين السودان جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان برئاسة الفريق الكباشي حيث قدم السفير ضفعال الحاج علي وكيل وزارة الخارجية استعراضا للتقرير الختامي لعمال اللجنة ويأتي عمل هذه اللجنة وتشكيلها في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وبين الشعبين في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وتأتي بحرص القيادتين البلدين لتطوير هذه العلاقات وتنميتها وتعزيزها لما يخدم المصالح المشتركة ولإقامة علاقات يعني تعود بالنفع على شعبي البلدين في إطار سعيهما للتواصل وللتعاون المشترك وفي إطار التعاون الإقليمي في قارتنا الحبيبة أفريقيا وفي إطار أن تكون الحدود مناطق للتعاون وللمصالح المشتركة عوضا عن النزاعات وعن الصراعات للروابط الأخوية التي تربط بين البلدين وتربط بين الشعبين الصديقين حيث قدمت قدمت السيد السفير طفال الحجعل استعراضا شاملا لأعمال اللجنة والتي يعني اجتملت اللجنة في تكوينها على مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في العمل بين البلدين في مختلف المجالات الهجرية ومتجارة والخارجية وغيرها ونتمنى أن تكون هذه الأعمال هذه اللجنة وما تمخض عنه الآن من تقرير خطامي ومن مسودة اتفاق تعرض على الجهات المقتصة في البلدين أن تكلل بالنجاح وأن تكلل بالتوقيع وأن تكون لبنة وأساس للتعاون المثمر بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان عزت مديرة إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية نوال محمد أن معظم الأمراض المنتشرة في البلاد سببها الغذاء ودعت نوال إلى إنشاء أنظمة رقابية ومتابعة للأغذية المنتجة محليا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاف بهدف التقليل من عبء هذه الأمراض وتحسينه وترقية المواد المنتجة وحماية المستهلكين والاقتصاد القومي من الغش في الأغذية دعا وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في إقليم دارفور بابكر حمدين المنظمات الدولية والأممية لتقديم مساعدات عاجلة لسكان الإقليم دون شروط سياسية وقال حمدين أن العون الإنساني الذي يقع على منظمات المجتمع المدني يتطلب الإسهام في تخفيف الأعباء في المناطق التي تأثرت بالحرب مؤكدا على دور الأمم المتحدة في تقديم الخدمات للمشتبعات المحلية اندلع حريق ضخم في قرية واما بمحلية من لط بولاية شمال دارفور ما تسبب باحتراق ستين منزلا وتشريد عشرات الأسر في العراء وأوضح المدير التنفيذي لمحلية من لط أن الحريق تسبب أيضا في إطلاف مخزون المحاصيل الزراعية والممتلكات الشخصية ونفوق عدد من المواشي داعية الحكومة المركزية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من هذه الحرائق وتقديم العوني لهم أرسلت حكومة ولاية شمال دارفور قافلة مساعدات غذائية وإنسانية إلى قرية مليسة عقب الأحداث الدامية التي شهدتها بعد مغتل شخص وإحراق عدد من المنازل وأوضح والي الولاية نمر عبد الرحمن أن القافلة تتكون من ثلاثة شاحنات محملة بمواد غذائية ومستلزمات ضبية وأدوية منقذة للحياة قدمتها جهات حكومية ومنظمات إنسانية في الولاية مبينا تمكن الجهات الأمنية من القبض على بعض المتهمين بهذه الأحداث مع سعيها لبسط هيبة الدولة في الولاية أكدت مفوضية الألعون الإنساني بولاية جنوب كردوفان وجود ترتيبات معينة تجري من عجل إعادة نازحين محلية لقاوة إلى منازلهم ومناطقهم وقالت مفوضة العون الإنساني راوية كمال أن عودة النازحين مرتبطة باستثباب الأمن وتأمين المنطقة وإجراء تحقيقات موسعة ومعاقبة المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحلية وإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة كشف الشعبة الحبوب الزيتية عن ارتفاع أسعار الزيوت المحلية بعد ارتفاع سعر طن الفول السوداني بنسبة 40% وعزت الشعبة أن هذه الزيادات إلى قيام عدد من التجار العرب بشراء كميات كبيرة من الفول السوداني بغرض تخزيله فيما عمدت بعض الشركات الأجنبية على شراء المحصول وتصديره إلى الخارج حيث بلغ سعر الطن الواحد من الفول السوداني إلى 750 ألف جنيه مقارنة بسعره القديم 350 ألف جنيه أغلق طلاب بجامعة الخرطوم شارع الجامعة صباح اليوم احتجاجا على زيادة الرسوم الدراسية للطلاب الجلد الذين قبلوا على نفقة الحكومة وأوضحت الرابطة الطلابية بجامعة الخرطوم عبر تعميم مقتضب لها أن هذا القرار جاء تنديدا باستمرار إدارة الجامعة بتجاهل مطالب الطلاب بإلغاء رسوم التزييل بشكل كامل والسماح للطلاب بمتابعة دراستهم نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الجيش في دخول مجموعات مسلحة إلى الخرطوم ويؤكد عدم تجنيد مقاتلين على أساس قبلي بدارفور النيابة توجه تهمة القتل بحق نظاميين في بلاغ مقتل متظاهرين بوث مدني ومجلس الأمن يعلن تمديد العقوبات المفروضة على السودان سنة كاملة التجاني سيكشف وجود انقسامات داخل المنظومة الأمنية بسبب خطاب الكراهية وحركة المستقبل تؤكد أنها لن تدعم أي فترة انتقالية تحكمها أحزاب إقصائية شكرا لطيب المتابعة نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر